السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مهدي يحبذ برعاية كوكدور وترشحة أفلام للمشاهدة السينمائية والمنزلية في الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2019 ويلا بينا نخش في الترشحات على طول ترشحاتنا السينمائية الأسبوع ده ينايرية فبرايرية بامتياز كلها أفلام يا إما بتتعرض متأخر يا إما لا ليها طموح في الجوائز ولا ليها طموح في شباك التذاكر بس فيه فيلم حلو هرب منيهم الفيلم ده هو الجزء الثاني من The Lego Movie واللي بيحمل عنوان The Lego Movie 2 The Second Part أنا عن نفسي حبيت The Lego Movie جدا وشايف أن تجاوزوا في ترشحات الأوسكار لأفلام رسومة المتحركة سنة 2015 كان شيء غير مقبول ولسه شايف The Lego Batman Movie الأسبوع اللي فات وحبيته جدا برضو عشان كده مهتم جدا أني أشوف الفيلم ده رغم أنه للأمانة ما تعملوش الدعاية المطلوبة مش عاوز أقول لكم أنا أول مرة أعرف أنه بيتعمل أساسا كان لما وصلني خبر أنه بيتعرض أما الترشيح الثاني فحيروح لفيلم Cold Pursuit اللي عامل ألأ اليومين دول بس للأسباب الغلط نبتدي الأول بالفيلم نفسه اللي مأخوذ عن الفيلم النرويجي In Order of Disappearance واللي بيدور عن رحلة قبل الانتقام لوفاة ابنه موضوع مأساوي صح؟ ولكنه الحقيقة متقدم في الفيلم في إطار بيبقى كوميدي في بعض الأحيان حاجة كده عاملة زي فارجو على قد مقريب خصوصا كمان أن أجواء الفيلم جالي دية زي فارجو بالزبط طب ليه الفيلم عامل ألأ بقى؟ عشان بطل وليام نيسن أطلق تصريح يعرب فيه عن ندمه أنه في فترة من فترات حياته وبسبب حادثة معينة كان بيفكر بشكل عنصري بس يا معلم وممنوع دلوقتي من الظهور الإعلامي واللجنة الأولمبية وقفال مدة سنة العالم تجنن يا جدعان ترشحنا التالت حيروح لأحد أفلام موسم الجوائز واللي للأسف عرضه تأخر شوية وهو فيلم ماري كوينوف سكوتس وبيحكي عن ماري ملكة سكوتلندا وسعيها لعرش انجلترا على حساب إليزابيث الأولى اللي كانت بتجمعها بيها صلة أرابة الفيلم من بطولة مارجو روبي وسيرشي رونن وكان متوقع له حضور كبير في ترشحات الأوسكر ولكنها للأسف اقتصرت على جوايز الماكياج والملابس الفيلم مسجل 62% على روتين توميتوس وده تقييم محبط برضو شوية أما الترشيح السينمائي الرابع فحيروح لفيلم كنت عملت له ترييلر رياكشن وهو فيلم سرينة دي الفيلم من بطولة ماتيو ماكونا هي وأنها ثوي وأجواءه بوليسية إغرائية غامضة وللأسف خيش تخيشة وحشة قوي مع النقاد وسجل 21% بس على روتين توميتوس ويبدو انه ما أثرش حماس الجمهور كمان لانه برضو من أقل الأفلام اللي وصلتني طلبات لمراجعته طب بعد ده كله برشحه ليه عشان ماتيو ماكونا هي وأنها ثوي بس والله نفهم يعني هم اتهطلوا ولا إيه الحكاية بالزبط وترشيحنا السينمائي الأخير حيروح لفيلم دي أبسايد من بطولة براين كرانستن وكيفن هارد الفيلم مأخوذ عن الفيلم الفرنسي الرائع أنتو شبل وده السبب إيه اللي هيخليني مش عاوز أشوفه اللي هو نظام لو عاوزين تشوفوا القصة دي فأفضل تنفيذ ليها شوفوا الفيلم الأصلي الفيلم بيحكي قصة الصداقة اللي بتنشأ ما بين شخص مصاب بالشلل الكامل والشخص المكلف برعايته والترشيح فقط لأي حد بيحب براين كرانستن أو بيحب كيفن هارد لأن غير كده أنا مش شايف أي سبب يخليه يطرح في السينما الصراحة ترشيحاتنا المنزلية حتبدأ بفيلمين من بطولة دنزل واشنطن وأولهم هو فيلم دي بيليكن بريف من إنتاج سنة 1993 واللي شاركته البطولة في جوليا روبرتس وبيحكي عن بنت بتلاقي نفسها في مطاردة من أعلى المستويات بسبب تقرير دراسي كتبته The Pelican Brief مبني على كتاب لجون بريشم واللي اشتهر برواياته القانونية اللي تحول كتير منها الأفلام مهمة ويمكن فيلمنا ده بيتميز عنها بأن أحداثه بعيدة عن قاعات المحاكم رغم سلطها القوية بدواير القانون ويتميز كمان بدرجة مرتفعة جدا من الإثارة والتوتر وحبس الأنفاس أما فيلمنا التاني لدنزل واشنطن فهو Courage Under Fire الفيلم من إنتاج 1996 وشاركته البطولة في ميج راين شيء بيديقني الحقيقة لما بكتشف أن فيه حد ما شافش Courage Under Fire الفيلم بيحكي عن تحقيق بيقوده كولونال في الجيش الأمريكي الهدف منه هو تحديد مدى استحقاق قائد الطيارة هليكوبتر لمدالية الشرف الفيلم ليه وزن تقيل جدا على مستوى الدراما والرسالة وعلى مستوى تشريح الحمل النفسي لأهوال الحرب على أي إنسان وليه قيمة فنية مهمة كمان كأحد أفضل الأفلام اللي طبقت الراشامون إفكت وده أسلوب سرد بيتمي فيه تقديم تسلسل واحد من وجهات نظر مختلفة على مدار الأحداث والإسم ده نسبة لفيلم راشامون لأكيرا كيروساوا اللي يعتبر أول فيلم التبع الأسلوب ده وهو أسلوب سرد جذاب جدا حتى لما بيتعمل وحج الصراحة نسيب بقى الفيلمين بتوعد نزال واشنطن ونروح لفيلمين من بطولة كيفين كوستنر وأولهم هو فيلم No Way Out من إنتاج سنة 1987 وده الفيلم اللي رصخ كوستنر كانج مصف أول ورصخ كمان لفكرة مبتكرة جدا في الأفلام البوليسية المخابراتية وهي فكرة البطل اللي بيتم تكليفه بالبحث والقبض على نفسه ودي الفكرة اللي تم تبنيها بعد كده في فيلم Infernal Affairs ونسخته الأمريكية اللي هي فيلم The Departed الفيلم برضو فيه درجة مرتفعة جدا من الشد العصبي والإثارة اللي الصراحة مش فاهم ليه بقت مستعصية جدا على صناع الأفلام اليومين دول أما فيلم كيفين كوستنر التاني اللي بنرشحه فهو فيلم A Perfect World الفيلم من إنتاج 1993 وشاركه البطولة فيه وأخرجه Clint Eastwood الفيلم بيحكي عن محاولات القبض على مجرم هارب من السجن وخاطف طفل صغير كراهينة من جانب والصداقة اللي بتنشأ ما بين الطفل والمجرم ده من جانب آخر أدوار البطولة في الفيلم ده على مستوى التعقيد وعلى مستوى جودة التكسيد برضو حاجة ما بقيناش بنشوف زيها كتير ومشهد النهاية من الحاجات اللي ما بتتنسيش بسهولة أما ترشحنا المنزلي الأخير فهو للفيلم الأحدث في قيمتنا وهو فيلم The Mothman Prophecies من إنتاج سنة 2002 ومن بطولة ريتشارد جير أحداث الفيلم بتدور في أجواء مثيرة عن مفارقات غريبة بيتعرض لها مراسل صحفي بتنبئ بكرثة كبيرة الفيلم فيه درجة مقبولة جدا من الرعب ومستو إنه ما فيهوش خطات رخيصة هي أحداثه كلها على بعضها حتخليكم مش مرتاحين ويتميز بأنه من أفلام الظواهر الغريبة اللي نهايته فيها إجابة شافية مش شبه الأفلام اللي نهايتها بتبقى فلسفية ومفتوحة وبتركز على الدرس أو على حالة بطالنا بعيدا عن الظواهر اللي كنا بنشوفها ما هوش Bird Box يعني من الآخر ده كده كل اللي عندي في ترشحات الأسبوع ده أتمنى إنها تنال إعجاب حضراتكم وياريت تسهموا معنا في التعليقات بأفضل الأفلام اللي شفتوها الأسبوع ده وياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول وتابعونا على فيسبوك و تويتر وبي باي اشتركوا في القناة